حالات عنف والاعتداءات بين الطلبة وضدهم تسبب في بعض الأحيان بحدوث حالات وفاة وأحيان أخرى يتعرض من خلالها الطلبة ومن يتعامل معهم إلى إصابات تصل إلى بليغة في الإصابات بيت التربية والتعليم هل فقد زمام الأمور في ترتيب وتنظيم أعمدة التعليم لديه أم أن الطفل اليوم يختلف عن طفل الأمس هذا موضوعنا راح نناقش اليوم مع الأستاذة هبا السعد عضو في إدارة جمعية المعلمين وموجهة تربية إسلامية صباح شلوم الخير وحياة شالله صباح النور الكرامة أهلا وسهلا أستاذ جاسد بداية أول شيخنا نتكلم عن الطلبة التي تعرضون داخل المدارس من الضرب غيرا من هذا بسم الله أحمر الرحيم صباح الخير جميعا بداية سعيدة في تواجدي معكم بداية سؤالك أستاذ جاسم اللي هو عن تعرض الطلب العنف طبعا العنف مرفوض سواء بالمدارس أو بالمجتمع أو في البيئة الأسرية في كل أشكالها وحنا اليوم نشوف شريحة كبيرة من الطلبة ممكن يتعرض إلى هذا العنف داخل المدارس صحيح لكن هو انعكاس حق ما يحدث في المجتمع يعني نشوف حتى في المجتمع بالبيوت صار فيه عنف زايد نشوفها قاعد ينعكس على الطالب في المدرسة داخل المدرسة يمكن هذا الطالب تشوف يتعرض إلى عنف يمكن الصورة أو الأولى أنه من المعلم لكن حقيقة أكبر عنف يتعرض له الطالب من زميل الطالب داخل المدرسة قد يحدث يعني إن حدث تشوف يعني التنمر العنف اللفظي العنف الجسدي اللي يتعرض للطالب ترى أغلبها بنسبة كبيرة يكون من الطلبة بينهم وبين بعض ما يخالف فيه يعني فيه مشاجرة تصير بالمدرسة لازم عادي من أيام المدارس وحنا عادي الهوشة تصير بس قاعد توصل إلى الوفاة شنو هذه الأسباب نعم توصل أحيانا إلى الوفاة زيادة العنف بدأ الحين الطالب يعني يمكن الحالة الأخيرة اللي صارت كان قضية بين معلمة وطالب كان يعني عنده حالة خاصة مرضية فكانت يعني الأمور اللي صارت أدت إلى وفاة هذا الطالب وإن كان في إجراءات التحقيق يعني صارت المعلمة ليست هي المسبب المباشر لهذا الأمر يعني فإحنا قلنا تزايد العنف في المجتمع الإعلام اليوتيوب اللي شوفونا الانفتاح هذا الكبير خلت طالب ما عنده رادع أنه يمارس ما يراه في الأدوات الإعلامية داخل المجتمع فعادي أول بس يطق يتاوش صح ينطرني بس أطقك وأوردها لك الحين لا زاد أن هذا الضغط والغضب الداخلي عند الطلبة يعني يتنفذ إلى أنه ممكن يعتدي بآلات حادة أو غيرها نزين هني منه اللوم؟ اللوم المدارس؟ اللوم الإدارة؟ اللوم منه البيت؟ منه اللوم؟ طبعا أكيد أصابع الاتهام تشير إلى عديد من الأمور يعني خنقول الأسرة بداية الأسرة هي الأساس في أن تنشئ طفل لما تودي إلى المدرسة وهو يعني طفل ما عنده اضطرابات عنفية ما تعرض إلى العنف داخل البيت طفل مستقر نفسيا هذا الطفل لما يروح حق المدرسة نحن نقول مثلا إذا أقلب البيئات الأسرية دخلت لنا طالب إلى المدرسة شذي راح تصير البيئة المدرسية مطمئنة نوعا ما فالأسرة هي النواة الأساسية بعد أن هي أكيد دور المدرسة يعني يشوف المعلم في توجيه الطالب شلون يكون أنت يا معلم لازم تصير عندك معرفة تامة حق خصائصها للطالب يعني في المرحلة العمرية في تعامل الطالب الابتدائي أكيد بتختلف لما يكبر ويصير بالمتوسط وراهق لازم أنت يا معلم تعرف شلون تواجهها هو شنو خصائصة عند اندفاعات هرمونية عند ضغوط نفسية فأيضا المعلم لدور كبير في أن يدير هذه المسألة داخل الأملية التربوية اثنين الإدارة المدرسية طبعا المدير والإدارة المدرسية احنا ودنا الوزارة ككل يعني تصير سياسة عامة أن يكون لهم منهج واستراتيجيات في أن شلون أنا خلي بيأتي المدرسية آمنة ليش فيه إدارات مدرسية ما شاء الله عليهم العنف فيهم قليل لأن الإدارة المدرسية عندها خطة واضحة في أنها شلون تتعامل مع الحالات اللي قد تتعرض إلى عنف أقول إيه هي الدير المدرسة الدير المدرسة تدرب المعلمين أكيد في حالات بعضها يعني من طلبة يعني تكون شاذة متعرض حق بالبيت حق عنف متعرض حق اعتداءات نفسية وجسدية بيفرقها لا بد هو طفل أو مثلا طالب مراهق بيفرقها هذه الحالات إذا كانت الإدارة ناجحة تلقاها هذه الحالات البسيطة توجهها إلى مثلا الأخصاء الاجتماعي ويبدأ علاجها فأكيد منظومة متكاملة مجتمع إعلام طبعا لدور أساسي في الإدارة مكونة من مدير ومن مساعد مدير ومن أخصائي دور أخصائي الاجتماعي المفروض هو اللي يعرف أخي نقول طالب طالب علشان يقدر يتواصل بينه وبين البيت أكيد صح ولا أنا غالطان؟ أأيدك بشكل يعني كبير أستاذ جاسم هو هذا دور الأخصائي الاجتماعي إن الحالات التي تحتاج إلى علاج ما يتوقف يعني هذا العلاج عند المعلم يعني المعلم قد تكون عنده خبرة تربوية تكون عنده مهارات لكن ما ترتقى بأن يكون مثلا معالج نفسي إلا حالات بسيطة هو هذا المعلم يشتغل على نفسه فأطور مهاراته في دور أخني الخدمة الاجتماعية لازم تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة أنت خصائي الاجتماعي الحين بعد في المدارس بعد فيه أخصائي نفسي معالج الحالات النفسية فهذا التفعيل إذا صار في البرامج ممكن ما يعالج حالة حالة ممكن يحط برامج يعني تنهى عن العنف المدرسي برامج تأيد المحبة الأخوة الندوات زرع القيام هذه كلها البرامج إذا صارت من الأخصائي الاجتماعي في المدرسة ودور الخدمة النفسية والاجتماعية أكيد راح تقلل بشكل كبير طبعا إحنا ما ننكر أن هناك أدوار يعني مذكورة لأخصائي الاجتماعيين عالجوا كثير من الحالات أنا شفتها في بعض المدارس إينا طفل من مثلا طفلة من البيت عندها مشاكل كثيرة سبحانا تجاوزتها كلها من تفاعل إيجابي من أخصائية اجتماعية أو أخصائية نفسية داخل المدرسة أو معلمة يعني أنت تعيدين أن دور المدرس هو مو بس تعليمي هم تربوي صح؟ أكيد أكيد ولابد أكيد الآن خنقول لو إحنا قلنا دور المعلم فقط تعليمي الآن ترى خنكون واضحين في هذا الزمن يستطيع الطالب أن يتلقى تعليمه في البيت واضحة من في دول أجنبية عندهم مدارس منزلية بالكمبيوتر بالكمبيوتر تأخذ المعلومات صح ونشوف أحيانا الطالب إذا مثلا يتلقى فترة ما داوم ترى بالكتاب يقدر يدرس فالمعلم نعم هو وسيلة تعليمية وهو الرابط لأن يوصل الطالب إلى مستوى تعليمي كبير بأدوات خاصة لأن المعلم أكيد عنده مهارات في التعليم لكن دور التربوي أكبر يعني هذه المادة بعض المواد نحن نشوفها أخذها هالسنة ما يحتاج هالسنة اليه لكن القيم اللي يأخذها هالسنة يرحلها مع هالسنة اليه واللي وراها فاللي يقول أن العملية تقف إلى تعليم فقط فهذا خطأ المعلم دور التربوي أولا ثم تعليمي نزين الحين قاعد نشوف أن الطالب ما قاعد يحترم المعلم أو يوصل إلى أن ينرفزه بس أن الطالب صاير ما يحترم المعلم ليش أنا أذكر قبل أيام المدرسة اللي شوفنا المدرس والله نطق طق نخاف هي بالضبع كأن الأبو كأنه خلاص لا احترام له هيبته الحين ما في لا احترام للمعلم ولا شيء صحيح صحيح من زرع في هذا المعلم هيبته يوم كان على وقتنا والديننا يعني لو أنا أرجع البيت أقول حق أبي مثلا قالت لي المدرسة تشذي واليوم صرخت علي حتى لو هو يراجع المدرسة رح تشوف أنه أنا ما أدري يوم يراجع فالأسرة هي التي تزرعها الهيبة نحن شوية الآن يعني يمكن في المجتمع أننا نشوف يعني بعض الأسر تقلل من دور المعلم يعني عند الدل العيال هذا رح ينعكس بالتالي يعني هذه الشدة نحن في قرص مفهوم هيبة المعلم ودورة عند عيالنا وإن شفنا أنه في بعض الأمور يعني مقصرة من بعض المعلمين نحن لا نقول كل المعلمين مثاليين أكيد هناك معلمين مقصرين لكن أنا لما أزرع في ابني أو بنتي هيبة هذا المعلم أنا أزرع في قيمة وهو رح تكبر معاه وهو باتر هذا الانعكاس في الاحترام رح ينعكس على احترامه لي رح ينعكس على احترامه للمجتمع رح ينعكس على احترامه وحبه للعلم فنحن نشوف الأسرة شوية والإعلام شوية نشوف بعض المسلسلات وحتى اللقطات اللي نشوفها يحطون المدرس يقدون يتطنزون عليه وهذا كله يترجم يترجم عند الطفل وبعدين ينفذه وتشوف يعني بعض المواقع اللي الحين يشوفونها أعلاميا يعني باليوتيوب تشوفهم شون يستهزؤون في المعلم فهذه نظرة المجتمع في تقليل دور المعلم هي اللي قللت إلى هيبة المعلم لكن أنا معه أنه المعلم هو من يفرض هيبته باحترامه وبإيمانه بدوره كمعلم داخل الفصل يعني لما يلأبو يقلل من هيبة المعلم أنا هذا معلم ثابت في فصلي وعارفه شلون أحتوي طلابي وعارفه شلون أفرض هيبتي بكل احترام وتقدير متبادل فبالتالي أنا أكيد راح المعلم يفرض أيضا هيبته في المجتمع ويرد هذا الهيبة مرة أخرى للمجتمع أي المفروض أن المعلم هو اللي يفرض هيبته بعد أكثر وهذا؟ هو جانبين هو جانبين يعني لازم حتى الأسرة يعني تغرس في طلابها أن لا هذا المعلم لخطوط حمرة في التعامل معه وإنت ما تتجاوز لحكا نحن نشوف يعني أحيانا شفنا في المجتمعات المدرسية مثلا الطالبة تشتكي على معلمة والطالبة هي مثلا غلطانة نشوف الأم تلوم المعلمة أمام هذا الطفل أو أمام هذا التلبيب فأكيد راح تقوى فأكيد راح تقوى فهي لا تعلم أن بصورة أو بأخرى هذا راح ينعكس ثانيا على شخصية الطالب والمتعلم نزين دور الإدارة المدرسة يعني قبل كانت الإدارة هي التي تبلغ البيت نعم وتقول أنه مثلا الطالب هذا كسلان بهالمادة أو في شيء أو سوى شيء اي صحيح وي الوالد ويزفنا جدام المدرس والأي فكنا نخاف إذا بيدقون على الأهل احنا هنين خاف فالمفروض أن الإدارة هم تاخد تواصل بينها وبين الأسرة صح ولا لا لا زال هذا الموضوع موجود موجود وفي تواصل في اجتماعات شب دورية بين الإدارة بشكل عام والطلاب والحالات الخاصة يصير فيهم تواصل خاص قالبا أغلب الإدارات يصير في تواصل خاص بين مثلا الأخصاء اجتماعي في أي مشكلة في أي مشكلة سواء تعليمية أو تربوية هذا الحين موجود يعني بس الأخصاء الاجتماعي قل مو نفس قبل يعني الأخصاء الاجتماعي دورة ما أدري وين أحيانا في الغالب هو لا يقوم بدوره الأساسي في القضية التعليمية يمكن نقول من قلة تدريبهم في برامج تدريبية شون هو يعالج هذه القضايا قد تكون عندهم ما في مثلا خطة عمل واضحة لكن ما ننكر أن جزء كبير منهم يقومون بدورهم على الشكل الأمثل وزارة التربية الآن دورها مجرد بس تعليم ولا قاعد يعني تقوم بدور التربية هو مفروض إدارة وزارة التربية والتعليم رسمها الأساسي يقوم على التربية والتعليم وهذا هو المنهج والرؤية من الوزارة حتى لو نراجع لرؤية أي وزيرة أو للوزارة هو يرى أن تكون العملية التربوية منظومة أساسية في العملية التعليمية نشوف أننا نحن عندنا برامج قيمية الوزارة تسويها يحطون مثلا حصص تنمية للقيم وغيرها لكن نشوف أن هناك اجتهادات فردية أكثر أنا أشوفها في الميدان من المعلمين أنهم يغرسون الغيم نشوف معلم يعني واضح الآن نشوف بعض المعلمين في اليوتيوب شلون هو اجتهاد فردي في تحمل هذه المسؤولية وأنه قاعد يربي مقابل مقاعد يعلم فنشوف أيضا دور المعلم بصفة شخصية أيضا لا دور في هذا المجال دعنا نتكلم عن دور جمعية المعلمين الكويتية بهذا الخصوص طبعا جمعية المعلمين الكويتية لها دور كبير في هذا الموضوع بداية في مطالبة بأنه هو إقرار قانون حماية المعلم هذا القانون قدم المجلس الأمة من عدة سنوات لكن إلى الآن لم يقر أهم بنودة أن يكون الحرم المدرسي مثل الحرم الجامعي هو لا خصوصية لا حماية خاصة لا دور في أن تكون بيئة آمنة تربوية المدير آمن فيها الطلاب كذلك وكذلك المعلمين أن يكون هناك مثلا دور لحماية المعلم من العنف يتعرض له وكذلك الطالب في مواقف ثانية التي هي جمعية المعلمين دائما تتابع القضايا المطروحة في هذا المجال يعني مثلا قضية الطالب الأخيرة التي تمت طالب عيسى الله يرحمه جمعية المعلمين من البداية تابعت الموضوع أصدرت نشر استنكارية وأيضا تابعت الموضوع مع الأهل ومع التحقيقات يعني إلى أن ينتهي الموضوع فيها كذلك في حال تعرض المعلم إلى عنف وهذا قاعد يصير للأسف في بعض الأحيان دور جمعية المعلمين في مكتب القضايا تتبدأ هذه القضية من خلال محامينها الخاصين لهم محامين عندنا محامين في الجمعية نعم خاص يتولى قضايا المعلم في حال وقوع عليه عنف مع الوزارة إلى أن تنتهي القضية أو مع أي جهة مراتكم ومع الوزارة مثلا مراتكم مع جهات أخرى مثلا الوزارة الداخلية وغيرها فعندنا في مكتب القضايا تولى كل قضايا المعلم في هذا الجانب نزين الجمعية ليش ما تتوي ندوات أو محاضرات مع أولياء الأمور يعني التوعي والثقف ولي الأمر صحيح نحن طبعا جمعية المعلمين هي فئة تندرج تحت منظومتها المعلمين بشكل أكبر من أولياء الأمور فإحنا عندنا دورات تدريبية للمعلم قبل حتى للمعلم مراتيجيات تربوية لكن ما وقف هذا الدور طبعا عندنا مكتب إدارة والتدريب والتطوير هذا المكتب خلال السنة كاملة يقدم دورات حق كل فئات المجتمع شوف عندنا مهندسين ما شاء الله من أكبر المكاتب الناجحة في التدريب في الكويت عندنا مهندسين محامين ووزراء سابقين اللي تحقوا في هذا المجال يعني في إدارة التدريب لأنه يطرح دورات تدريبية للمجتمع بشكل عام سواء ولي أمر أو أي شخص يؤهل إلى تطوير ذاته وتطوير أبناء طرحنا أيضا برنامج تربوي للأبناء مع الدكتور جاسم المطوع من فترة هم مجاني اللي هي دورات عامة جماهيرية شلون يعني التعامل مع الطلبة والأبناء تربويا هذا بس خلالها العام فأنا هو أقول لك العوام السابقة فجمعية المعلمين يعني تزخر في هذه الأمور يعني جمعية المعلمين كل بين فترة فترة قاعد تسوي على طول يعني ما يمر شهر إلا إحنا عندنا برنامج أو على الأقل برنامج وفي كل محافظات يعني مثلا عندنا في العاصمة بالدسمة تشوف عندنا برامج متوازية معها من الجهرة عندنا بالأحمدي اللي ما يقدر يروح هنا يقدر ايه كل المحافظات كل المحافظات يعطيكم العافية الله يعطيك حبك وقوات شاء الله لستاذة هبا السعد عضو في إدارة جمعية المعلمين وموجهة تربية إسلامية وتكلمنا عن حالات اعتداء على الطلبة وإن شاء الله ما يكون فيه اعتداءات إن شاء الله وإن شاء الله التعدل للأمور آمين إن شاء الله ربك يعني يكون وعي عند أولياء الأمور كل شكل لتشفى يعطيك العافية الله يعافيك استاذ حياة